أهلاً بكم في حلقة جديدة من برنامجكم مدرسة على الهواء النهاردة بنرجع مادة الديناميكا المادة هتنفع عندهم دور ثاني وبالتالي عندهم سنوية عامة عشرين وواحد وعشرين لأن احنا لمينا المنهج في الساعات اللي هي قدامنا دي هنبسط المنهج وبسطناه بحيث أي طالب برضو هنا في عشرين وواحد وعشرين هيلحظ ان المنهج بتاع الديناميكا سهل مفيش فيه أي مشاكل نشوف مع بعض نستكمل أفكارنا وأفكار مسائلنا السؤال هنا بيقول لي اتحرك الجسم بسرعتين منتظمة تحت تأثير ثلاث قوة قف واحد وقف اثنين وقف ثلاثة حيث قف واحد بتساوي خمسة متجه سين زائد سبع متجه صاد زائد خمسة وثلاثين متجه عين وقف اثنين بتساوي خمسة صاد زائد تسعة واربعين متجه عين فإن مقدار قف ثلاثة بيساوي وحدة قوة أهم حاجة في السؤال ده في ريتي بيقول لك يتحرك الجسم بسرعتين منتظمة كلمة سرعتين منتظمة يبقى محصلة القوة المؤثرة على الجسم بتساوي صفر يبقى أنا ما بستعجلش في الحل لكن بركز في الحل ده اللي هو بيعتمد على القانون الاول لنيوتيد قانون الاول بيقول لي ايه كل جسم يبقى على حالته من حيث السكون او الحركة المنتظمة في خط المستقيم ما لم تؤثر عليه قوة خارجية تغير مع حالته يعني ايه الجسم الساكن هيسنه ساكن لكن لو جيت أنا حاولت تحركه هيبدأ ايه يتحرك او ما يتحركش على حسب القوة اللي أنا ببزول والجسم اللي يتحرك بسرعة سابتة هيتنه ماشي بسرعة سابتة الا اذا جيت اعتردت هذا الجسيم لكن هنا مدام يتحرك بسرعة منتظمة يبقى بما ان هنا الجسم يتحرك بسرعة منتظمة بما ان الجسم يتحرك بسرعة منتظمة او سرعة سابتة او اقصى سرعة يبقى اذا هنا متجه المحصلة بيساوي المتجه السفري يبقى هنا المتجه قاف واحد زائد المتجه قاف اثنين زائد المتجه قاف تلاتة بيساوي المتجه السفري لكن هو طلب مني ايه طلب مني قاف تلاتة طلب مني قاف تلاتة يبقى اذا قاف تلاتة بتختلف في الإشارة بتاعتها عن قف 1 زائد قف 2 يبقى ممكن أقول إن قف 3 بتساوي سالب وبعدين فتحت قوص قف 1 زائد قف 2 نبسل مع بعض بتساوي سالب متجه قف 1 اللي هو كان عبارة عن 5 و7 و35 يبقى 5 متجه 20 زائد 7 متجه صاد زائد 35 متجه زائد قف 2 5 صاد زائد 49 يبقى هنا 5 صاد زائد 49 متجه عين خلص يبقى أنا جبت قف 3 لكن هو طلب مقدار قف 3 نبص مع بعض السالب برده مليش دعوا بيها 5 صاد مفيش غيرها هذه 5 صاد 7 صاد و5 صاد يبقى زائد 12 متجه صاد 35 وتسعة واربعين يبقى بقول 5 وتسعة واربعتاشر أربعة من الواحد واحد ثلاثة أربعة واربعة تمانية أربعة وتمانين متجه يبقى جبنا متجه قاف لك أنه هو عايز مقدار يعني أجيب هنا معيار المتجه قاف يبقى هنا معيار المتجه قاف معيار المتجه قاف 3 بيساوي الجزر التربيعي مربع الخمسة بخمسة وعشرين مربع الاثناشر بمية أربعة واربعين زائد هنا دي خليها زي ما هي أربعة وتمانين لكل تربيع نجي نبص مع بعض ممكن أنا أجيبها بسهولة مش هستخدم آلة هستخدم أفكار كده يبقى دي خمسة وعشرين مية أربعة واربعين يبقى ممكن نكتبها إتناشر تربيع زائد الأربعة وتمانين واحد يقول لي دي أربعة إتناشر في سبعة يعني ممكن نكتبها إتناشر في سبعة لكل تربيع لحد كده مفيش مشكلة طب نكمل مع بعض أنا أعلمك مهارة حل يعني مش عايزك تبقى حافظ ولا تستخدم آلة شغل مخف الجزر التربيع لخمسة وعشرين وبعدين هاخد إتناشر تربيع مشترك يبقى فافتح قوس كده زائد خدت إتناشر تربيع مشترك فتحت قوس إتناشر تربيع لإتناشر تربيع تديني واحد زائد سبعة تربيع لتسعة واربعين يبقى واحد زائد تسعة واربعين بقت شكلها أسر نكمل مع بعض يعني بقى هنا الجزر التربيع لخمسة وعشرين زائد إتناشر تربيع اللي هي مية أربعة واربعين في خمسين واحد يقول لي ممكن أخذ خمسة وعشرين مشترك أقول له خمسة وعشرين مشترك وطلحها بره بتطلع خمسة في الجزر التربيع خلي بالا كان خدت خمسة وعشرين بقت هنا واحد خدت هنا خمسة وعشرين بقت هنا اتنين في دي ميتين تمانية وتمانين يبقى واحد زائد ميتين تمانية وتمانين يبقى بتسوي خمسة في الجزر التربيع الميتين تسعة وتمانين ميتين تسعة وتمانين جزرها سبعتاشر يبقى واضح أن هنا معيار قاف تلاتة بيسوي خمسة في سبعتاشر اللي هي بتسوي خمسة وتمانين واحدة قوة نشوف مع بعض السؤال بيقول لي بيقول لي هنا يتحرك جسيم بسرعة منتظمة تحت تأثير ثلاث قوة قف واحد وقف اثنين وقف تلاتة ومديني قف واحد قلنا خمسة سين زائد سبعة سات زائد خمسة وتلاتين عين مديني قف اثنين بخمسة سات زائد تسعة واربين عين فإن مقدار قف تلاتة قلت بدلا بيتحرك بسرعة المنتظمة يبقى محصلة القوة التلاتة بتسوي السفر جبت هنا قف تلاتة هل تسعة واربعين هل اربعة وخمسين هل الخمسة وتمانين هل مية وتلاتة واضح الاجابة بتاعتي جيم يبقى اجابتي جيم بسود الدايرة جيم بالقلم الرصاص ليه بالقلم الرصاص يا مستر الاحتمال وانت بعد كده محلتشكت وتحل ممكن تمسح وايه كده لكن لو سوتها بالقلم الجاف وسوت دايرة تانية بالتالي السؤال بيتلي نشوف سؤال تاني السؤال التاني بيقول لي صندوق كتلته سبعين كيلو جرام موضوع على أرضية مصعد كتلتها ستمائة وتلاتين جرام اذا تحركت المجموعة لأسفل بعجلة المنتظمة مقدروها واحد واربع من عشرة متر على الثانية تربية فان مقدار الشد في حبل المصعد بيساوي طبعا مسألة عادية المصعد وبعدين اهم حاجة اتجاه الحركة وهنا في شد هنا في الوزن وكذا الصندوق كتلته سبعين كيلو جرام يعني دا كتلة صندوق سبعين وجواه جسم على أرضية مصعد كتلتها ستمائة وتلاتين يبقى كل دا سبعين زائد ستمائة وتلاتين يبقى الوزن يبقى بداية تاني الصندوق سبعين موضوع على أرضية المصعد اللي كتلته ستمائة وتلاتين يبقى مجموعة الكتلتين مع بعض سبعين زائد سوق يبقى بتتجيني سبعمية دا خلاص إذا تحرك المصعد لأسفل اتجاه الحركة لأسفل خلاص يبقى كده العجلة دا عجلة المنتظمة واحد واربع من عشرة متر على الثانية تربيع فهو جد مقدار الشد في الحبل احنا كده بنقول محصلة القوى المؤسرة على الجسم بتتناسب مع معدل التغير في كمية الحركة يبقى مين الأكبر الوزن يبقى سبعمية دال ناقشين بتسوي سبعمية جين هو مديني جين بواحد واربع من عشرة متر على الثانية يبقى واضح انه سبعمية يبقى دال بتسعة وتمانية من عشرة ناقشين بتسوي سبعمية في واحد واربع من عشرة اطلع الشين برا وادخل دي جوه باشارة مخالفة سالبة يبقى اقول ان شين بتسوي سبعمية في تسعة وتمانية من عشرة ناقش سبعمية في واحد واربع من عشرة شين بتسوي خط السبعمية مشترك في واحد واربع من عشرة تسعة وتمانية من عشرة على واحد واربع من عشرة بتديني سبعة ناقش دي على دي بتديني واحد اصبحت الشين بتسوي سبعمية في واحد واربع من عشرة في ستة كده بالنيوتن لكن هو طلب ايه مقدار الشد في حبل المسعد بسقل كيلو جرام يبقى بحول من نيوتن لسقل كيلو جرام بقسم على تسعة وتمانية من عشرة يبقى شين بتسوي سبعمية في واحد واربع من عشرة في ستة على تسعة وتمانية من عشرة هيبقى كده التمييز سقل كيلو جرام واحد واربع من عشرة مع التسعة وتمانية من عشرة بتدينيش فيها السبعة سبعة مع السبعمية فيها المية يبقى الشين بتسوي ستمية سقل كيلو جرام نشوف هل الاجابة دي موجودة ولا مش موجودة خمسمية ستمية سبعمية تمنمية واضح الاجابة بتاعتي به اللي هي الستمية وقلت بسود الدايرة به بالقلم الرصاص مش بالقلم الجار لان احتمال انت تكون طرحت غلط عملت عملية غلط بسهل تراجع وتمسح بالاسيكة وتبدأ تصلح الاجابة اللي عندك نشوف السؤال تاني السؤال التاني بيقول لي ايه برضو يتحرك جوسيم بسرعة منتظمة في خط المستقيم تحت تأثير القوة قف واحد وقف اثنين وقف تلاتة فانه الف بتساوي وبه بتساوي طبعا هنا برضو بما ان الجسم بتحرك بسرعة منتظمة يبقى محصلة القوة التلاتة بتساوي سفر يبقى هنا اقدر اقول ان المتجه المحصلة بيساوي المتجه السفري يبقى اذا متجه قف واحد زائد متجه قف اثنين زائد متجه قف تلاتة بيساوي المتجه السفري طيب هنيجي نجمع مع بعض يبقى هنا ادي قف واحد اللي هي اثنين الف سين ناقص تلاتة متجه السفري زائد قف اثنين ستة سين زائد به متجه ساد زائد قف تلاتة اللي هي الف سين زائد خمسة متجه الساد كل ده بيساوي المتجه السفري يجي نجمع معاملات السين مع بعضهم واضحة دي معامل السين اثنين الف والف يبقى تلاتة الف وستة يبقى تلاتة الف زائد ستة متجه سين زائد نجمع معاملات الصدمة بعضها ادي سالب 3 ودي 5 يبقى 2 2 زائد بمتجه صدم كل ده بيساوي المتجه السفر يبقى اذا معامل السين بيساوي سفر يعني 3 ألف زائد 6 بتساوي سفر يبقى اذا 3 ألف هتساوي سالب 6 اذا ألف بتساوي سالب 2 كوي 2 زائد بيساوي صفر يبقى اذا هنا بيساوي سالب 2 يبقى الاجابة سالب 2 وسالب 2 نبص مع بعض هو طلب قيمة ألف وبيه يبقى ألف بسالب 2 وبه بسالب 2 زي ما شفنا مسألة سهلة نشوف السؤال الثاني برضو بقول لي برضو يتحرك جسمي في خط المستقيم تحت تأثير ثلاث قوة قف 1 40 زائد 3 عين وقف 2 بالساوي سالب 10 زائد 4 صفر ناقص 15 عين وقف 3 حيث كان متجه الإزاحة فيه يعطى كدلة في الزمن نون بالعلاقة دي فإن قف 3 بالساوي هنا عايزين قف 3 يبقى الجسم يتحرك في خط المستقيم تحت تأثير ثلاث قوة خلاص وهنا مديني متجه الإزاحة متجه الإزاحة اهو متجه الإزاحة المتجه فيه بيساوي 2 نون متجه سين ناقص نون متجه صاد زائد متجه عين ده متجه الإزاحة ومديني القوة يتحرك جسم خط المستقيم تحت تأثير القوة الثلاثة دي فحيث متجه إزاحة فيه يعطى كدلة في الزمن نون بالعلاقة دي عايزين قيمة قف 3 هنا دلوقتي المتجه الإزاحة عندي أنا مشتقة متجه الإزاحة هجيب السرعة هشتقة دي هتبقى 2 نون سين يبقى مشتقتها 2 سين سالب نون صاد يبقى سالب صاد مشتقة هنا العين بسفر لأنه معاملها واحد يجيب العجلة متجه Alumni هو مشتقة متجه السرعة بالنسبة للزمن هشتقة 2 سين بتديني l-0 لانها سابت مشتقل سليب واحد بصفر يبقى واضح انها متجهة سفر بما ان متجهة العجلة بيساوي سفر يبقى اذا هنا الجسم يتحرك بسرعة سابتة او سرعة منتظمة او اخصى سرعة يأس سرعة سابتة يأس سرعة منتظمة يأخصى سرعة مدام العجلة متجهة العجلة بيساوي سفر يبقى اذا بالتالي محصلة القوة متجهة المحصلة بيساوي المتجهة السفر يعني اذا المتجهة قف واحد زائد المتجهة قف اتنين زائد المتجهة قف تلاتة بيساوي المتجهة السفر طب قف واحد باربعة يبقى اربعة سين زائد تلاتة عين وقف اتنين سالب سين زائد اربعة صاد نقص خمستاشر عين زائد المتجه قف تلاتة كل ده بيساوي المتجه السفري طيب هنجمع معاملات السين اربعة سالب واحد بتلاتة متجه سين يبقى هنا اول حاجة هوادي قف تلاتة في الطرف التاني يبقى هتروح هنا قف تلاتة بتساوي سالب نجمع مع بعض قلنا اربعة سالب واحد بتديني تلاتة متجه سين تلاتة متجه سين خلصنا من ايه من السينات ناخد الصداد مفيش غير اربعة صاد يبقى زائد اربعة مستجه سين نشوف العين ادي تلاتة وادي سالب خمستاشر بسالب اتناشر متجهين بسالب اتناشر متجهين جبنا متجه قف تلاتة هو طالب مني ايه معيار قف تلاتة ايه بقى معيار قف تلاتة بيساوي الجزر التربية خلاص مفيش حاجة اسمها سالب مربع التلاتة بتسعة مربع الاربعة بستاشر مربع الاثناشر بمية اربعة واربين تسعة بستاشر خمسة وعشرين يبقى الجزر التربية المية تسعة وستين جزر مية تسعة وستين بتساوي تلاتاشر يبقى واضح ان معيار قوة قف تلاتة بيساوي تلاتاشر يبقى السؤال بتاعي فكرته اختلفت عن اللي قبل كده هنا اما اشتقيت وطلعت العجلة بتساوي سفر عرفت ان الجسم بتحرك باخصى سرعة او سرعة منتظمة او سرعة سابتة وبصلت كده القف تلاتة وجبت معيها القف تلاتة نشوف سؤال تاني ونشوف هنحلو الزال السؤال هنا بيقول لي وضع جسم كتلته خمسة كيلو جرام على مستوى افقي وربطة بحبلين افقيين قياس الزاوية بينهما مية وعشرين درجة وعندما شد كل من الحبلين بقوة مقدارها متين سوكل جرام تحرك الجسم على المستوى حركة منتظمة اوجد مقدار واتجاه قوة مقاومة المستوى لحركة الجسم بل جسم وزنه خمسة كيلو جرام موضوع على مستوى افقي وربطة بحكلين طب نشوف المسألة نرسمها ازاي ادي هي اولا الجسم هو الاول الجسم ده موضوع على مستوى افقي شديته بحبلين اهو يعني هنا مركزه هاو شديته كده زاوية بينهم مية وعشرين هي بقى شديته بحبل في الاستجاد يبقى اذا هنا الشد كان متين سوكل جرام يبقى هنا متين سوكل جرام متين سوكل جرام وهنا متين سوكل جرام وهنا الزاوية دي كلها مية وعشرين درجة خلاص يبقى هنا الجسم وزنه بيقصر رأسين الاسف ادي فيه رد الفعل الفوق فيه الوزن الاسف يبقى رد الفعل كده الوزن خمسة سوكل كيلو جرام لكن الكتلة خمسة كيلو جرام فبيقول لي هنا ايه الوضع جسم كتلته خمسة كيلو جرام على مستوى افقي ربط بحبلين افقيين قياس الزاوية بينهم مية وعشرين درجة وعندما شد كل من الحبلين بقوة قدروها ميتين سوكل جرام تحرك الجسم على المستوى حركة منتظمة اه اوجد مقدار واتجاه قوة المقاومة على المستوى مش حركة منتظمة يعني واضح الجسم مش في الاتجاه داك طيب يبقى هنا هيتحرك يبقى اتجاه المحصلة وهنا المقاومة اهي نبص مع بعض دي قوتين متساويتين محصلة قوتين متساويتين قياس الزاوية بينهم ايه يبقى نخلي بالنا دي بيساوي ايه يبقى متجاه المحصلة نحفظ القانون دا بيساوي اتنين قاف جتا ي على اتنين دا متجاه المحصلة محصلة القوة طيب نجي نبعض نكمل مسألتنا يبقى متجاه المحصلة بيساوي اتنين في متين تميزها سوكل جرام في جتا الزاوية دي مية وعشرين مية وعشرين على اتنين بستين يبقى جتا ستين تمام جتا ستين بنص يعني اتنين في نص في متين سوكل جرام اتنين مع النص يبقى اصبحت النتاج المحصلة بيساوي هنا متين سوكل جرام لكن هو واضح طلب ايه وعندهم شدة كل من الحبلين بقوة مقداروها متين سوكل جرام تحرك الجسم على المستوى حركة منتزمة يبقى واضح انه بذيما انه بتحرك حركة منتزمة اقصى سرعة سرعة سبتة يبقى المحصلة بيساوي سفر يبقى في الحالة دي ان المحصلة بتساوي المقاومة يبقى ازا ميم بتساوي هنا هنا لان الجسم يتحرك حركة منتزمة خلاص يبقى ازا ميم بتساوي كام بتساوي متين سوكل جرام يبقى ميم بتساوي متين سوكل جرام طب انا انا عايز اجيبها بتصنع زاوية كام خلي بالك انا كده اما تقبى دي مية وعشرين وده بينصف الزاوية بينهم يبقى دي ستين تقبى دي تلاتين طب ودي تسعين يبقى وتصنع مع انا كل من القواتين مية وعشرين درجة ليه ادي تلاتين وتسعين مية وعشرين ميم بتساوي متين سوكولجرام وتصنع مع كل من القوتين زاوية قياسها مية وعشرين درجة طبعا مسألة سهلة وظريفة وشوفنا حلها ازاي وممكن تقبى مسألة امتحان نشوف سؤال تاني بيقول قاطرة كتلتها تلاتين طن وقوة قلتها واحد وخمسين سوكولجرام طن تجر عددا من العربات كتلة كل منها عشر اطنان لتصعد من حضرا يميل على الافق بزاوية قياسها تلاتين درجة بسرعة منتظم فاذا كانت المقاومة لحركة القاطرة والعربات عشر سوكول كيلو جرام لكل طن من الكتلة فاوجد عدد العربات هنا القطرة كتلتها تلاتين طن كتلة القطرة كاف بتسوي تلاتين طن وقوة القلة بتاعتها قاف بتسوي واحد وخمسين تميزها مهم سوكل طن تجر عدد من العربات كتلة كل منها عشرة طن انا ما عرفش عدد العربات كان نفرد ان عدد العربات نون نفرد ان عدد العربات بيسوي نون يبا هنا كتلة العربات يبا عشرة نون يبا هنا كتلة العربات ويبا كتلة العربات بيش عشرة نون طن كويس لتصعد منحدر يميل على الأوفك بزاوية خلصة تلاتين دول طلعين كده نرسم القطرة طلعة زاوية تلاتين القطرة طلعة الفوق يبا في هنا القطرة قاف وهنا في الميم ومركبة الوزن اللي هي كاف دال جاء ايه لتصعد صعدة يبا اتجاه الحركة الاعلى لكن هنا واضح لسه منعرف الحركة دي ايه وضع ايه لتصعد منحدر أن يميل على الأوفك بزاو قياسة بسرعة منتزمة سرعة منتزمة عين منتزمة فاذا كانت المقاومة لحركة القطرة والعربات عشر سوق لكيلو جرام لكل طن طب الكتلة الكلية كام هنقول الكتلة هنلمزلاج هنلمزلاج يبا كتلة القطرة 30 زائد كتلة العربات اللي 10 نون كده طن خلاص المقاومة على الطن 10 سوق لكيلو جرام يبا المقاومة الكلية المقاومة الكلية بتساوي 30 زائد 10 نون في المقاومة على الطن الواحد 10 يبا سوق كيلو جرام خلاص اوجد عدد العربات طب ندرس الحركة محصلة الكل مؤسلة على الجسم بتساوي 0 لانه بيتحرك بسرعة منتظمة يبا اقدر اقول من حالة دي على طول النقاف بتساوي ميم زائد كاف دال جاه قوة القطرة 51 سوق طن يبا قاف هكتبها سوق طن خلي بالك احول من طن الكيلو جرام يبا في 10 قص 3 بقت كده سوق لكيلو جرام يعني 9 في 9 و 8 من 10 بقت كده بين نيوتن بيساوي المقاومة هخلي الكاف الكبيرة الكاف الكبيرة دي في المقاومة على الطن الواحد 10 سوق لكيلو جرام يبقى 10 في 9 و 8 من 10 زائد الكتلة كلها الكاف الكبيرة دي في دال في 9 و 8 من 10 في جاهه بنص خلي بالك 9 و 8 من 10 هنا هقسم طرف دي بيساوي دي أسامت على 9 و 8 من 10 أسامت على 9 و 8 من 10 نيجي بقى عندي هنا أصبح عندي الواحد و خمسين في 10 قص 3 51 طبعا هنا نكتبع بصفحة ثانية هاخد الكاف مشترك الأول أدي الكاف مشترك أهيه بقت هنا 10 زائد نص يبه هنا اللي هي 10 زائد النص اللي هي عندي خلاص الكاف دي بكام يا مستر بال30 زائد 10 نون يبه هنكتب إنها 30 زائد 10 نون في 10 و نص يعني 105 على 2 105 10 و نص 105 على 10 كل ده هنا كاف دي بيسوي 51 في 10 قصة 3 بتسوي 51 في 10 قصة 3 هنقدر من هنا نجيب نون نبص مع بعض خطوة هنا لو ضربت دي في 2 اتنين في 1 ماشي 51 نجي نبص مع بعض كده هنقسم على 10 يبه عندي هنا هنقول ايه دي المقاومة 10 سوك لكل طن وماشي كده نص 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 ميم زائد ماشي 10 ونص يبه 105 هاخد من هنا يبه دي اصبحت اسام 10 هدي 3 زائد هنا نون هنا العشرة دي رحت مع دي في 105 بتسوي 51 في 10 قس 3 تمام هنا هنا 51 هنا هوادي دي في الطرف الثاني هو في حاجة هنا في الارقام 30 طن ماشي 51 سوك لكل جرام ماشي 10 أطنان تسعد من الحضر 10 سوك كل طن من العباد نمشي مع بعض هفك الأقواص كده هنا عندي هنقسم على الخمسة 105 10 ونص لما أسهمت أنا على 9 وثمانية من عشرة خلاص 9 وثمانية من عشرة كتلة في كاف دال جاه بنص هنا آه الكتلة هنا بالطن يبقى فيه لسه هنا في 10 قس 3 في 10 قس 3 يبقى الكلام ده مضروب في 10 قس 3 لأن هنا طبعا هنا بالمقاومة ما عايش أكتبها تاني الحتة دي أنا عندي النقاف بتسوي ميم زائد كاف دال جاه أولا القاف كانت 51 طن يبقى 51 في 10 قس 3 في 89 من عشرة بقت كده بالنيوتن المقاومة هنا الكلية كانت 10 سوك لكيلو جرام يبقى هنا الكاف دي في 10 في 9 و 8 من 10 زائد الكتلة اللي هي كاف في 1000 لأنها بالطن 10 قس 3 في دال اللي هي 9 و 8 من عشرة في اللي هي جاهه بنص أسمت 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 9 و 8 من عشرة بقت D 51 في 1000 بتساوي خط كاف مشترك بقت D 10 زائد خلي بالك D مع D يبقى هنا فيها 500 يبقى هنا 500 يبقى هنا أصبحت 51 في 1000 بتساوي كاف في 510 هقسم هنا على 51 بقت هنا فيها 1000 أسمت هنا على 51 بقت 10 كاف يبقى هنا بقسم على العشرة يبقى كاف بتساوي 100 لكن كاف كانت بتساوي 30 زائد 10 نون يبقى 30 زائد 10 نون بتساوي 100 هود 30 في الطرف الثاني بإشارة سالبة أو أقسم على 10 الأول هنا على 10 على 10 على 10 بقت هنا هوادي الثلاثة يبقى عدد العربات سبعة يبقى طبعا الاستعجال خلاني نسيت أني هضرب في 1000 كده فممشي خطوة خطوة أشان نتجنب الغلط نشوف سؤال تاني ونشوف هنحله إزال بيقولني هنا قاطرة كتلتها 80 طن تجر قطارا يتكون من 5 عربات عكس المسألة اللي فاتت بسرعة منتظمة تحت تأثير مقاومة عدد 8 سوك لكل طن من الكتلة اوجد كتلة العربة اذا كانت قوة الات الجر بتساوي 2250 برضو هنا خلي بالك بتحرك بأقصى سرعة أو سرعة منتظمة يبقى واضح ان هنا قاف القوة بتساوي المقاومات القطارا كتلتها 80 طن تجر عدد من عربات كتلة كل منها خمس عربات بسرعة تحت تأثير مقاومة تعادل 8 سوك لكل طن يبقى هنا وقوة قلت الجر كام 2240 سوك لكل جر يبقى تحت قاف هكتب 2240 سوك لكل كيل جر الكتلة عبارة عن كتلة القاطرة 80 طن تجر عدد من العربات تجر اقترا يتكون من خمس عربات لكن هنا كتلة العربة معرفها شو طلب مني كتلة العربة وجد كتلة كتلة العربة هنفرض كتلة العربة كاف بفرض ان كتلة العربة بتسوي كاف طن يبقى الكتلة الكلية عبارة عن هنا 80 طن زائد هنا خمس عربات يبقى خمسة كاف كده بالطن هنا المقاومة كام على كل طن 8 سقل كيلوغرام يبقى في 8 في 9 و 8 من 10 يبقى نقرأ مسألتنا بسرعة يبقى القطار كتلته 80 طن بيجر عدد من عربات عدد خمس عربات يبقى كتلة العربة كاف يبقى خمسة كاف زائد 80 هنا على طريق أفق بسرعة منتنظمة تحت تأثير مقاومة عدل ناظر 89 من عشر يبقى ممكن أشطب سقل دي مع 89 من عشر يبقى هنا أصبحت هنا عندي 240 بتسوي 80 زائد 5 كاف في 8 على 8 هنا فيها 4 هنا فيها الاتنين في 8 ب 16 16 من دي يبقى 64 على 8 فيها 8 يبقى 280 يبقى 280 بتسوي 80 زائد 5 كاف هوادي 80 في الطرف الثاني بإشارة سالبة يبقى هنا 5 كاف بتسوي 200 أنا عايز أجيب كاف كاف بتسوي 200 على 5 على 5 1 على 5 فيها 4 يبقى كتلة العربة 40 طن 40 طن طبعا مسألة برضو ممكن تكون مسألة نشوف سؤال تاني ونشوف بيقول لي وضع جسم كتلته 16 كيلو جرام على مستوى يميل على أفق بزاوية 30 وشد الجسم بقوة مقدار 20 سوكل كيلو جرام في اتجاه يميل بزاوية قياس 30 على خط أكبر ميل آه نرسم قبل ما تروح منها نعرفك أدي هنا مستوى أفقي ودي المستوى مائل وفي جسم محطوط على المستوى يبقى وضع جسم كتلته 16 كيلو جرام يبقى وضع 16 كيلو جرام يبقى وزنه 16 دا على مستوى يميل على الأفق بزاوية قياسها 30 وزاوية من المستوى 30 شد الجسم بقوة 20 سوك لكيلو جرام في اتجاه يميل بزاوية قياسها 30 على خط أكبر 100 يعني هنا هشده كده الشد كده والزاوية دي 30 وده خط أكبر 100 كوي إلى أعلى فتحرك الجسم حركة منتظمة لأعلى مش بحركة منتظمة يعني سرعة ساب تعائن منتظمة فإذا كانت مقاومة المستوى لحركة الجسم أربعة سوك لكيلو جرام المقاومة ضد اتجاه الحركة فأوجد مقدار الشد وكذلك مقدار ضغط الجسم على المستوى المقاومة منتظمة نحلل المقاومة هنا في مركبة الوزن اللي هي كاف دال جاء هنحلل الشد بحينا شين جت 30 شين جت 30 وبعد كده في هنا رد الفعل لفوق ومعها شين جت 30 خلاص ندرس لبلغنا الشد مدام بيتحرق حركة منتظمة يبقى محصلة القوة المؤثرة على الجسم بتساوي 0 يعني هنا شين جت 30 هنا بتساوي ميم زائد كاف دال جاه كوي هو عايش شين شين جت 30 جت 30 بجزر 3 على 2 بتساوي المقاومة المقاومة كان 4 سوك لكيل جرام المقاومة 4 سوك لكيل يعني 4 في 9 8 من 10 زائد كاف الكتلة كان 16 دال بتسعة و 8 من 10 جاه جا 30 بنص كوي شين في جزر 3 على 2 بطلع 9 و 8 من 10 مشترك هطلع تقب 4 2 مع 16 8 يقب 8 و 4 يقب 8 زائد 4 طيب احنا عايزين الشد يقب الشد بيساوي خلي خلي بالك 4 8 12 يبق 12 في 9 8 من 10 12 على كده يقب في 2 على جزر 3 كده بن نيوتن عايزة بسوكل كيلو جرام هقسم على 9 8 من 10 بشد بيساوي 12 في 9 8 من 10 في 2 على جزر 3 على 9 8 من 10 دي مع دي اصبحت دي 24 على جزر 3 ممكن اضرب فوق في جزر 3 وتحت في جزر 3 جزر 3 في جزر 3 بت 3 مع 24 8 يبق دي بتساوي 8 جزر 3 سوكل هنا كيلو جرام يبق جبنا اول حاجة الشان نقرأ تاني هنا بشد الجسم بقوة مقدرها 20 سوكل كيلو جرام في اتجاه خط اكبر ميل بزاوية 30 على خط اكبر ميل للمستوى الاعلى فتحرك الجسم حركة منتظمة الاعلى فاذا كانت المقاومة لمستوى 4 سوكل كيلو جرام فاوجد مقدار الشد وكذلك مقدار ضغط الجسم على المستوى خلي خلي بالك انا عايز مقدار ضغط الجسم على المستوى انا حللت الوزن للمركبتين واحدة في اتجاه المستوى اللي هي كاف دال جه واحدة في اتجاه عمودي اللي هو 16 دال جه هي يبهينا ره زائد شين جه 30 بتساوي 16 دال جه 30 كوي هو عايز ره ره اللي اعلى بتساوي ضغط لأسفل اللي هي بتساوي طبعا هنا 16 دال جه 30 بس 16 في 39 و 8 من 10 جه 30 بجزر 3 على 2 هوادي دي في الطرف التاني بإشارة سالبة يبهي خلي بالك سالب الشين انا طلعتها 8 جزر 3 سوك لك الجرام يعني 8 جزر 3 في 9 و 8 من 10 خلاص هنيجي هنا الاتنين مع الضغط طبعا هنا عندي اللي هي اطلع ايه الضغط على المستوى طبعا انا عملت ايه شين جه 30 ادي الشين انا طلعتها بايه ب8 جزر 3 جه 30 يعني في نص شين جه 30 نخلي بالنا ادي هنا هطلع ايه 9 و8 من 10 جزر 3 عامل مشترك طلعت هنا ضغط لاسفل طلعت 9 و8 من 10 جزر 3 عامل مشترك اتفضل هنا 16 طلعت 9 و8 من 10 جزر 3 عامل مشترك باتفضل سالب 8 على 2 يعني سالب 4 طيب يبقى هنا دي كده من نيوتن عايزها بسوك للكيلجورام يبقى اسم على 9 8 من 10 يبقى ضغط بيساوي اسم على 9 من 10 16 نقص 4 يبقى بتديني 12 جزر 3 سوكل كيلو كرام يبقى جبت الضغط الواقع اللي هو عندي يبقى طلب حاجتين طلب الشد قال لي مقدار اوجد مقدار الشد وكذلك مقدار الضغط الجسم على المستوى يبقى جبنا الاتنين اللي هم عندي 12 جزر ثلاث نشوف حاجة تانية اللي هو برضو عندي نشوف سؤال تاني بيقول ايه بيقول قاطرة كتلتها 6 طن تجر عددا من العربات كتلة كتلة منها 3 طن على طريق مستقيم افك بزرعة المتازمة فاذا كانت مقاومة الضغط الجر 900 سوكل جرام ومقاومة الطريق 15 سوكل كيلوجرام لكل طن من القطار باكمله اوجد عدد العربات شفناها ناخد المسألة تانية دي فكرة تانية بيقول لي سيارة وزنها 2 7 من 10 سوكل الطن تتحرك على طريق افك بسرعة منتظمة وعندما وصلت الى قمة طريق منحضر يميل على افك بزاوية يجيبها 21 اوقف السائق المحارج يعني كانت مشية على طريق افك وما وصلت هنا للمنحنة اوقف السائق المحارج نزلت على مستوى المائل يعني العربية كانت مشية على الطريق الافك وبعدين نزلت على المستوى المائل اوقف المحارج نزلة تحت تأثير مركبة الوزن نزلة تحت تأثير مركبة الوزن اللي هو يعتبر بالنسبالي كاف دا الجاه نبص مع بعض مسألتنا السيارة وزنها 2.7 من 10 سوق لطن الوزن اهو 2.7 من 10 سوق لطن كويس تتحرك على طريق افك بسرعة منتظمة سرعة منتظمة اين منتظمة وعندما وصلت الى قمة الطريق منحضر يميل على الوفق بزاوية قاسها جبها 1 على 20 يبا هنا هنا جاه بتساوي 1 على 20 اوقف محرك السيارة فهبطت السيارة على الطريق المنحدر بسرعة منتظمة برضو كده نزل بسرعة منتظمة سرعة منتظمة فاذا علم ان مقاومة مقدار مقاومة الطريق المنحدر 3 5 مقدار مقاومة الطريق الافق لو انا قلت الطريق الافق مين يبقى المقاومة هنا 3 5 مين 3 5 مين خلاص لحاحسب مقدار قوة ألف جر السيارة على الطريق الافقي ندرس الحركة الاولى هنا في قاف ومين مين تحرك بسرعة منتظمة يبقى مين بتسوي قاف على الطريق الافقي على الطريق الافقي بما ان السيارة تتحرك بسرعة منتظمة يبقى اذا مين بتسوي قاف خلاص على المستوى المائل واضح ان هنا برضو بسرعة منتظمة يبقى هنا محصلة القوة بتسوي سفر يبقى بعرف من هنا ان كاف ده الجاه بتسوي 3 اخماس مين لكن خلي بالك ان مين بتسوي قاف هنا 3 اخماس قاف 3 اخماس قاف هتسوي كاف ده الجاه الكتلة كام 2 7 من 10 سو قطن يبقى 3 اخماس قاف بتسوي 2 7 من 10 الطن بحول الكيلو جرام في 10 قص 3 ده 9 8 من 10 جاه 1 على 20 كويس نيجي بقى نبص مع بعض ممكن هنا دي على 5 فيها الواحد دي على 5 فيها 4 3 مع 2 7 من 10 فيها 9 من 10 اصبحت قاف بتسوي 9 على 10 في 1000 خلي بالك في 9 8 من 10 على 4 الاربع مع دي فيها 250 صفر مع صفر كده خلي بالك قاف بالنيوتن قاف كده بالنيوتن انا عايزها بسوكل الكيلو جرام هقسم على 9 و 8 من 10 يبقى هنا اصبحت قاف بتسوي 9 في 5 ب 45 و 4 9 في 2 18 22 في هنا 9 و 8 من 10 على 9 و 8 من 10 يبقى بتديني 225 سوكل كيلو جرام يبقى انا جبت القوة السيارة هنا بيقول مقدار مقومة طريق القفل هاحسب مقدار قوة قلة جر السيارة طبعا انا جبتها بسوكل كيلو جرام لو عايزها ده يطلع رقم كبير معايا نشوف سؤال تاني ونشوف هنحله ازاي بيقول لي هنا صحب جسم بسرعة المنتظمة على مستوى افقي بقوة قدرها 30 سوكل كيلو جرام وتميل على الافقي بزاوية قياس ها ي حيث تسوي 3 خماس وكانت مقاومة المستوى لحركة الجسم تعادل تل توزن الجسم فحسب وزن الجسم ومقدار قوة رد الفعل العمودي برضو نفس الفكرة دي اللي هي نحل لها برضو ونشوف ايه المسألة ازاي بسحب جسم بسرعة المنتظمة على مستوى افقي بقوة كذا ادي الجسم اهو بسرعة منتظمة اهم حاجة ان سرعة منتظمة يبقى صحب الجسم سرعة منتظمة على مستوى افقي بقوة مقدارها 30 سوك لكيلو جرام وتميل على افقي بزاوية قياس هاي يبقى واضح انها بتميل على افقي بزاوية قياس هاي اهي دي ومجيني اني جاي بتلاتة على خمسة يبقى جاي خلي بالك معايا جاي بتسوي ثلاثة على خمسة جاي بتسوي ثلاثة على خمسة يبقى اذا جت ايه بتسوي اربعة على خمسة المثلث بتاني وكانت قوة وكانت مقاومة المستوى لحركة الجسم تعادل تلت وزن الجسم يبقى المقاومة كده تلت واو يعني تلت كفدان فاحسب هنا حركة تعادل الوزن كده فاحسب وزن الجسم ومقدار قوة رد الفعل العمودي للمستوى طيب نقبل نشوف بقى ايه هنعمل ايه اهو في هنا رد الفعل وهنا الوزن هبدأ احلل القوة القوة بتاعتي كانت كام القوة بتاعتي كانت 30 سوكل كيلوغرام 30 سوكل كيلوغرام خلاص وبعدين عندي الوزن هفطر يدو اللي هو وهو نبدأ مع بعض ايه نشوف هحلل دي كده يبقى 30 جتا يه في الاتجاه ده وهنا 30 جاية 30 جاية نبدأ مع بعض نشوف هنا يبقى هنا 30 جتا يه بتساوي 3 واو خلاص هو طلب مني ايه فحسب وزن الجسم ومقدار قوة رد الفعل العمودي يبقى وزن الجسم اطلعه على طول يبقى هنا واو بتساوي طرفين بضرب طرفين المعادلة في 3 يبقى هنا 90 في جتا يه جتا يه بكم بربع على 5 الخمسة مع 90 يبقى فيها 18 يبقى واضح هنا وزن الجسم واو بتساوي 18 يبقى هنا 72 72 نيوتن هنا بسوكل الكيلو جرام انا كاتب 30 يبقى 72 سوكل كيلو جرام يبقى جبت الوزن طب طب طلب طلب هنا قوة رد الفعل هنا مقدار قوة رد الفعل العمودي طب خلي بالك ان ره زائد 30 جا يه بتساوي واو خلاص وعايزين ره هوادي دي في الطرف التاني بريه بتساوي واو جايه جايه بكم بتلاتة على خمسة خمسة مع التلاتين فيها الستة برضو سوكل كيلو جرام يبقى ره بتساوي 72 ناقص 18 تمييزها سوكل كيلو جرام يبقى ره بتساوي خلي بالك 8 من 12 4 1 من 6 54 سوكل كيلو جرام يبقى هو طلب مني الاثنين نبص مع بعض نقرأ هل في حاجة نقصة يبقى هنا سحب جسم بسرعة منتظمة على مستوى قفقي بقوة قدروها 30 سوكل كيلو جرام وتميل على الافك بزاوية قياس هيه حيث جايه 3 خمس وكانت مقومة مستوى لحركة الجسم تعادل 3 وزن الجسم فاحسب وزنه ومقدار قوة رد الفعل العمودي للمستوى نشوف مسألة تانية يبقى طلعنا الوزن 72 وطلعنا رد الفعل 54 سوكل كيلو جرام هنا المسألة التانية بتقول لي ان القطار كتلته 300 طن يصعد من حضرا يميل على الافك بزاوية جيفة واحد على 240 في اتجاه خط اكبر ميل فاذا كانت اقصى سرعة للقطار 108 كيلو متر على الساعة وقوة الات الجر تساوي 3500 سوكل كيلو جرام واذا كان مقدار المقاومة يتناسب مع مربع مقدار السرعة فأوجد المقاومة التي يلوطيها القطار عندما يتحرك بسرعة قدرها 72 كيلو متر على الساعة اهم حاجة هنا بيقول لي وكانت مقدار المقاومة يتناسب مع مربع مقدار السرعة بما ان هنا ميم تتناسب مع عين يبقى على طول هستنتج اذا ميم واحد على ميم اثنين بتسوي عين واحد على عين اثنين الكل تربية طيب القطار 300 كتلته 300 طن يصعد من حضر بيميل على الافق وبيزاوية جيبها لحضر نرسم مع بعض كده بيصعد القطار صاعد المنحد كتلة القطار 300 طن يبقى وزنه 300 سقل طن يبقى سقل طن طالع يبقى هنا في مقاومة وهنا في مركبة الوزن كاف دال جاه وهنا في قاف وهنا في القطار بيتحرك لعب نشوف قطار كتلة 300 يصعد من حضرا يميل على الافق بزاوية جبها 1 على 240 يبقى جاه 1 على 240 وقوة ألتل جار بتساوي 3500 سيقل كيلو جرام وإذا كان مقدار المقاومة كذا طيب نبص مع بعض هنا قوة هنا هدرس الكلام ده يبقى بيتحرك بأقصى سرعة خلي بالك هنا بيتحرك للقطار هنا أقصى سرعة هنا واضح أقصى سرعة يعني سرعة منتظمة يعني العجلة بتساوي 0 ويبقى بتساوي ميم زائد كاف ده قوة قالت الجر كانت كام قوة قالت الجر 3500 سوكل كيلو جرام يعني 3500 سوكل كيلو جرام يعني بتساوي ميم المعرف زائد الكتلة كام 300 سوكل طن 300 كلمة الطن الكيلو جرام بضرب في 10 قصة 3 في 9 و8 من 10 في جاه ب 1 على 240 أنا عايز أجيب ميم يبقى ميم أهي هيودي دول في الطرف الثاني بإشارة سالبة لكن نخلي بالنا مع بعض على الستين فيها الاربعة على الستين فيها الخمسة خلاص يبقى الميم أنا سبتها هنا ودي وقت 9 وثمانية من عشرة مشترك هتقبق هنا أفتح قوس 3500 ناقص لأن هتروح أجيب إشارة سالبة بقت في خمسة في ألف على أربعة نخلص من دي واحد يقول لي يبقى المقاومة ميم بتساوي تسعة وتمانية من عشرة ودي 3500 ودي مع دي يبقى فيها المتين وخمسين يبقى 3500 ناقص هنا 1250 لأن هنا ضربته يعني المقاومة ميم بتساوي تسعة وتمانية من عشرة كده نطرح يبقى 0 5 1250 يبقى هنا عندي وبعدين 2 من 4 2 2 نجمع برضو كده 0 0 خلاص 5 و 15 10 0 مع 1 1 2 3 2 5 2 1 كده يبقى هنا نيوتن يبقى دي ميم 1 نكتب دي ميم 1 قدامنا كده ميم واحد كانت بتساوي تسعة وتمانية من عشرة في 2250 كده نيوتن نكمل قراءة مسألتنا هنا القطار كانت كتلته 300 طن يصعد من حضر رانياميل على الأفق بزاوية يجيبها 1 2 40 في اتجاه خط أكبر ميل فإذا كانت أقصى سرعة للقطار 108 كيلو متر على الساعة وقوة ألات الجر كده يقبى واضح هنا أما كانت ميم واحد بكده يقبى كانت عين واحد بتساوي 108 كيلو متر كل ساعة خلاص وإذا كان مقدار المقاومة يتنسب مع مقدار مربع السرعة فأوجد المقاومة التي يلقيها القطار عندما يتحرك بسرعة قدرها 72 كيلو متر على الساعة يقبى ميم اتنين مش معروفة متر كل ساعة لكن احنا كنا قلنا في الأول أن ميم كانت بتتناسب مع عين تربية يعني إذا ميم واحد على ميم اتنين بتساوي عين واحد على عين اتنين الكل تربية ميم واحد طيب أخليها بسكل كيلو جرام يقبى هقسم على 9 8 من 10 يقبى هقول كده إنها 250 سكل كيلو جرام على ميم اتنين اللي أنا ما عرف هاش بتساوي عين واحد اللي هي 108 على 72 الكل تربية دي على ال اتناشر فيها التسعة دي على الاثناشر فيها الست على التلاتة فيها التلاتة على التلاتة فيها الاتنين خلي بالك دي تلاتة على اتنين كل تربية يعني أكتب كده إن 2250 على ميم اتنين دي تميسة سوق الكيلو جرام بتساوي تسعة على اربعة تسعة على اربعة التسعة مع الالفين ميتين وخمسين هتديني فيها الاخمسة وعشرين نجرب كده التسعة في اتنين بطمنتاشر طمنتاشر يبقى خمسة واربين على التسعة فيها الخمسة يبقى ميتين وخمسين طب أنا عايز يبقى ميم اتنين بتساوي 250 في اربعة سوق كيلو جرام يعني ميم اتنين بتساوي هنا الف هنا سوق كيلو جرام يبقى هنا أنا جبت المقاومة أما بيتحرك القطار هنا بسرعة 72 كيلو متر على الساعة هو طلب مني أوجد المقاومة التي لقيها القطار عندما يتحرك بسرعة 72 كيلو متر على الساعة يبقى المقاومة 1000 سوق لكيلو جرام نشوف سؤال ثاني ونشوف نحل نخش على القانون الثالث لنيوتن هنا مسعد قطلاته 300 كيلو جرام يتحرك رأسيا لأعلى بعجلة تزايدية 3 متر على ثانية تربيع ومعلق في حبل معدني لا يتحمل شكل شدا أكتر من 12 ألف نيوتن يتحرك رأسيا لأعلى يبشد فوق يبشين هنا ناقص كفدال بيسوي كفدال المسعد كتلته 300 هنا مسعد كتلته 300 كيلو جرام يتحرك رأسيا أعلى بعجلة تزايدية قدرها 3 متر على الساعة تربيع معلق في حبل معدني لا يتحمل شدا أكتر من 12 ألف نيوتن فإذا كان يمكن أن يشغل فإن أكبر عدد من الأفراد يمكن أن يشغلوا المسعد بأمان في حالة الصعود إذا كان وزن الشخص الواحد 75 هو يعني دلوقتي وزن المسعد 300 كيلو جرام وزن الشخص الواحد 75 لكن أنا عايز عدد الأفراد يبقى 75 في نون نون عدد الأفراد يبقى كده كيلو جرام يبقى دي الكتلة بتاعة المسعد والركاب اللي فيه طيب هنا مقدرش يتحمل شد أكتر من 12 ألف يعني هنا تحت الشين بكتب 12 ألف خلي بالك دي بنيوتن 12 ألف بيساوي هوادي دي في الطرف التاني بتروح بإشارة مجابة بيساوي كاف في دال زائد تمام 12 ألف الكتلة أهي 300 زائد 75 نون كل ده بالكيلو جرام في 9 و 8 من 10 زائد العجلة 3 يقبى 3 اللي فيها نخلي بالنا كل دول بيقبلوا الإسمة على 25 خلي بالك برضو هقسم دي هكتبها 120 في 100 اللي هي 25 في 4 هبسط المسألة بتساوي هنطلع من هنا 25 هنطلع من هنا 25 دي هنا طبعا اهي دي 100 في 3 المية على 25 يبقى هنا 12 زائد هنا 75 على 25 يبقى 3 نون كل ده مضروب في 25 وهنا اللي هي عندي هتقبى فيه هنا 12 و 8 من عشر 25 مع 25 خلاص واحد يقول لي كله كمان يقبل اسم على 3 انبسط على 3 على 3 على 3 4 على 3 فيها الاربعين يبقى هنا 160 يبقى هنا 160 بتساوي 4 زائد نون في 12 و 8 من 10 هنقسم دي يبقى 4 زائد نون بتساوي 160 4 زائد نون بتساوي 160 على 12 و 8 من 10 يعني 128 فوق 10 خلي بالك مع و دي تقبل اسم على 4 فيها الاربعين على 4 فيها 3 فيها 32 على 8 فيها 4 على 8 فيها 5 خلاص يبقى خلي بالك هنا انها 4 زائد نون بتساوي 50 على 4 طيب يبقى على 4 يبقى اذا 4 زائد نون طبعا 25 يبقى 12 و نص يبقى بتساوي 12 و نص طبعا انا عايز اجيب نون عدد الافراد طبعا هنا ما بتحملش شد اكبر من ايه الكلام ده يعني عدد الافراد مش ممكن هنا مما جاء اوادي دي هناك هتقبأ هنا طبعا بيقبأ اقل من ايه طبعا دي ما تروح هناك هتقبأ نون اقل من 8 و نص يبقى عدد الافراد بيساوي 8 افراد يعني المصعد ما اخدش اكتر من 8 يعني مواضح هنا الاجابة بتاعتي تقبأ 8 لانه مش هيزيد يبقى اقل من 8 و نص نبص مع بعد كده المصعد كانت 300 جرام يتحرك رأسيا الاعلى بعجلة تزايدية قدروها 3 متر على سنة تربيع هنا مولق في حبل معدني لا يتحمل شدا اكتر من 12 الف فان اكبر عدد من الافراد يمكن ان يشغلوا المصعد بامان في حالة الصعود اذا كان وزن الفرد الواحد 75 هو هل 7 افراد هل 8 افراد هل 9 افراد هل 10 واضح الاجابة بتاعتي به 8 افراد زي ما قلنا لان مش مفيش حاجة اسمها 8 و نص فرد الافراد بقى سيارة كتلتها 2 طن تصعد من حضرا يميل على الافق بزاوية جبها قياسها 1 على 20 ضد مقاومة 40 سوكلي كيلوغرام لكل طن من كتلتها فقطعت 4 9 متر من السكون في 10 ثوان فان قوة محركة بسوي كام السيارة كتلتها 2 طن تصعد من حضرا اهي العربية طالع من حضر الكتلة 2 طن يبه واضح هنا 2 في 10 قس 3 2 السيارة كتلتها 2 طن تصعد من حضرا يميل عفق بزاوية قياسها 1 على 20 ادي هي وجاه بتساوي 1 على 20 ضد مقاومات 40 سوكلي كيلوغرام مواضح المقاومة اهي هنا في مركبة الوزن كاب دا الجاه 40 سوكلي كيلوغرام لكل طن من الكتلة فقطعت 4 9 من 10 متر من السكون في 10 ثوان هنا طبعا بدأت من السكون يبقى عن سفر بتساوي سفر وعندي هنا في بتساوي 4 9 من 10 متر وعندي نون بتساوي 10 ثوان طيب يبقى ممكن من القانون دا علاقة من المسافة والزمن يبقى اقدر اجيب العجلة طب انا عندي هنا القانون اللي بيجمع بينهم يبقى فيه بتساوي عن سفر نون زائد نص جيم نون تربية فيه بكام ب4 9 من 10 عن سفر بصفر خلاص يبقى بيساوي نص جيم اللي معرفهاش فيه نون تربية اللي هي مية اضرب كده يبقى هنا 9 و 8 من 10 يبقى جيم بتساوي 9 و 8 من 10 على مية يبقى دي العجلة بتاعتي اللي هي تعتبر متر على الثانية تربية تاني نبدأ نشوف هو طلب قوة الة الجار المقاومة 4 سوك لكل طن من قطلة فخطأت 4 و 2 من 10 متر فيه 10 ثواني فقوجة قوة محرك السيارة نبدأ نشوف مع بعض هنا اهو جبنا العجلة محصلة الكوة المؤسرة على الجسم بدأت تتناسب مع معدل التغير في كمية الحركة يعني قاف ناقص 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 كاف دا الجاه بتساوي كاف جي قوة المحرك معرف هاش هوادي دول كلهم في الطرف التاني يبقى بتساوي مين زائد كاف دا الجاه زائد كاف جي مين بكام كانت 10 40 سوكل لكل طن الكتلة كانت 2 طن يبقى 2 والطن الواحد عليه 40 في 9 و 8 من 10 دي المقاومة 40 سوكل كيلو جرام لكل طن من كتلتها زائد الكتلة 2 طن 2 في 10 قص 3 دا 9 و 8 من 10 جاء ب 1 على 20 زائد كاف 2 طن 2 في 10 قص 3 في جيم اللي هي كام 9 8 من 10 على مين عشان كده انا بخلي الارقام مقتصر هاي واحد يقول لي ممكن ناخد 9 و 8 من 10 مشترك هناخد 9 و 8 من 10 مشترك ايه بقاف بتساوي خدنا 9 و 8 من 10 مشترك على الاولى هيتفضل هنا 80 زائد خدت 9 و 8 من 10 بقت هنا ايه 2000 هنا هنا على 20 2000 على 20 هاي على 20 زائد خلي بالك ادي هنا خدت 9 من 10 على طول هشيل بقى المية مع الالف تفضل ايه 20 فوق زائد 20 فوق كده بالنيوتن واحد يقول لي دي 0 مع 0 و 2 مع 200 يبقى فيها المية خلي بالك ادي قاف بتساوي 9 و 8 من 10 ادي 80 و 20 ادي 100 و 100 كده التمييز نيوتن انا عايزها بزوكل كيلو جرام ببقسم على 89 من 10 يبقى بتساوي 200 سوكل كيلو جرام نقرأ كده السيارة كانت كتلتها 2 طن تصعد من حضرا يميل على الافق بزاوية قياسها 1 على 20 ضد مقاومة 40 سوكل كيلو جرام من كتلتها فقطعت 94 من 10 متر من السكون في 10 ثواني فان قوة محركة بسوكل كيلو جرام هل 100 هل 200 هل 300 هل 350 واضح الاجابة بتاعتي به بسود الدايرة به بالألم الرصال هنشوف هنشوف مسألة تانية ونشوف حلها ازاي طبعا كده احنا دخلنا على اللي هو البكرات مسألة التانية بتقول لي جسم كتلته كاب كيلو جرام موضوع على مستوى خشن يميل على الافق بزاوية قصها 30 درجة ومعامل احتكاك الحركي جزر 3 على 6 روبط الجسم بحبل قفيف يمر على بكرة مساقيرة ملساء مسبت عند قمة المستوى ويحمل في طرف الاخر جسم كتلته كاف كيلو جرام فإذا اتحركت المجموعة من السكون وقطع الحبل بعد 2 ثانية من البداية الحركة اوجد المسافة التي اغطح الجسم على المستوى من لحظة قطع القيط حتى يسكن هنا للكاف موضوع على مستوى خشن يمين للأفق بزاوية قياسها 30 يابا كده نرسم كده الجسم موضوع على مستوى خشن وبعد كده احنا ايه في بقرة ملساء في خط وده في وزن هنا فهنا بيقول لي الجسم كتلته كاف ده كاف ده واضح هنا كاف ده هنا الجسم بحلله الى مركبتين متعمدتين واحدة في اتجاه المستوى واحدة في اتجاه عمودي على المستوى يبقى واضح ان هنا ده كاف دال يبقى هنا ببدأ قول كده ده رد الفعل طبعا يبقى هنا كاف دال كاف دال وهنا الزاوية دي كانت 30 كاف دال جا 30 هنا فيه شد كده على محور البكرة وهنا فيه شد رأسي يبقى هنا الجسم كده كاف مضوع على مستوى خشن يبقى فيه احتكاك يبقى فيه احتكاك الى جلب مراكبة الوزن يبقى ميم ره وهنا فيه رد الفعل ره طبعا لما بحلل الوزن للمركبتين متعمدتين واحدة في اتجاه المستوى واحدة في اتجاه عمودي اهي التانية معامل احتكاك ميم بيساوي جزر 3 على 6 تاني يبقى جسم كتلته كاف مضوع على مستوى خشن يامل احتكاك الحرك بينهم جزر 3 على 6 ره ره الجسم بحبل خفيف يمر على بكرة صغيرة مسبتة عند قمة المستوى ويحمل في طرف ه الاخر جسم كتلته كاف اللي هو عندي ماشي ندرس الحركة اولا اما انا جيت هدرس الحركة دي كاف دال ودي نص كاف دال يقبقى دي اكبر من دي بقى الحركة هتم في الاتجاه ده كده 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 نبدأ بقى نشوف الحركة محصلة القوة يبقى كاف دال ناقش شين بيساوي كاف جيم ودي المعلقة رقم دا اكبر من دا ندرس الحركة على المستوى المال يبقى شين ناقص ميم بكام بجزر 3 على 6 في ره ره اللي هي كاف دال جيت 30 يبقى كاف دال جيت 30 بجزر 3 على 2 يبقى هنا شين ناقص ميم ره ناقص كاف دال جيت 30 بنص كل دا بيساوي كاف دي ودي نمرة 2 هجمع سالب شين هتروح مع مجا بشين واحد يقول لي الكاف هناخدها مشترك اهي هنكتب كاف دال الاول دي ماشي ناقص خلي بالك معي ادي جزر 3 في جزر 3 مع 6 يبقى هنا 2 يبقى ناقص نص ربع كاف دال نص نص ربع كاف دال ناقص نص كاف دال كل دا بيساوي كاف جيد كل على كاف 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 هاخد دال مشترك بقى 9 8 10 مشترك بقت هنا 1 ناقص 3 4 هدي ناقص ربع وناقص نص ناقص 3 4 كل دا بيساوي ايه انا طبط الكاف بقى دي جيم يبقى انا ممكن اجيب العجلة ربع في 9 8 10 واحد ناقص ربع بربع يبقى اذا نجي بتساوي 9 8 10 في ربع يبقى هنا بتساوي 9 4 فيها الاثنين يبقى 18 4 يبقى 2 45 متر على السالية تربية يبقى جبت العجلة نكمل قرائتنا يبقى اهم حاجة الجزء الاولاني جبنا العجلة استحركة المجموعة من سكون وقطع القيد بعد 2 ثانية من بداية الحركة يعني هنا بدأ من السكون يبقى عن 0 ب 0 وعندي جيم بتساوي 2 و 45 من 100 متر على السانية تربيع بعد 2 ثانية يواضح الجسم اكتسب سرعة ونون بتساوي 2 ثانية هجيب السرعة اللي اكتسب ها الجسم يعلاقة بين السرعة والزمن يبقى عين بتساوي عن 0 زائد جيم نون خلاص عن 0 ب 0 يبقى عين بتساوي جيم 2 و 45 من 100 في 2 اللي هي بتساوي 4 و 9 من 10 متر على الثانية اللي هي السرعة كمان بيقول لي هنا ايه اوجد المسافة التي اقطعها الجسم على المستوى من لحظة قطع القيط حتى يسكن دلوقتي هنا نبدأ جبنا دي تعتبر هذه السرعة سرعة ابتدائية بعد قطع القيط لكن نرجع مع مسئلتنا مع بعضا لما نقطع القيط دي مكتسب سرعة بيمشي بالمسافة دي فترة معينة حتى يسكن ندرس الحركة هنا يعني هاخد المعادلة الاخيرة دي كانت كاف دال ناقص ربع كاف دال ناقص نص كاف دال بتساوي كاف جي خلاص انا حزفت اللي هو الكاب دال الاولى دي اللي هي او قط المعادلة الاخيرة اللي هي عندي دي هشيل الشين دي يبقى شلت ده اساس خلاص وقسمت على كاف ما شلت ده غيرت ببقى دي جيم شرط والكاف ات روح تهي ناقص ربع وناقص نص بناقص ثلاث تربع كده طبعا واضح ما اتقطع الخيط واضح الجسم بتحرك تحت تأثير ايه هنا القوة السرعة المكتسبة يبقى هنا ناقص ثلاث اربع ناقص ثلاث اربع في دان بيسوي جيم شرط بالناقص تاني اه انا جيت شلت اتقطع الخيط يبقى ما فيش شد يبقى يمشي تحت تأثير دول بس تأثير يبقى هنا ناقص ثلاث اربع ناقص ثلاث اربع في تسعة وتمانية من عشرة متر على الثانية تربية طب انا عندي السرعة وعندي العجلة وهو عايز مني ايه طلب مني اوجد المسافة التي اقطعها الجسم على المستوى من لحظ حتى يسكن المسافة طب يبقى انا عندي السرعة وعندي العجلة ما ممكن اجيب المسافة باستخدم القانون الثالث الحركة المنتظمة عن تربيع بتساوي عن سفر تربيع زاد اتنين جيم الشرطة فيه عن تربيع اهيه باربعة وتسعة من عشرة العين طبعا ايه هيسكن يبقى سرعة النهية بسفر يبقى سفر بتساوي اربعة وتسعة من عشرة الكل تربيع هنا ناقص لان العجلة بالسالب ناقص اتنين فيه تلات اربع هنا اهي تلات اربع في تسعة وتمانية من عشرة فيه فيه انا جبت جيمة اهي وفيه فيه نخلي بالنا بودي دي في الطرف اتنين مع دي فيها الاتنين نودي دي في الطرف التاني بإشار مجابع يبقى خلي بالك هنا اهيه تلاتة على اتنين فيه تسعة وتمانية من عشرة بتساوي اربعة وتسعة من عشرة فيه اربعة وتسعة من عشرة اه هنا دي اللي هي فيها الفه اهي اه عندي انا اللي هي ربع ونص بتلاتة ربع يعني ربع نقص ربع ونقص نص يبقى هنا بتلاتة ربع اللي هو عندي خلي بالك معي الفه بتساوي التسعة وتمانية من عشرة دي مع التسعة وتمانية من عشرة فيها الاثنين الاثنين مع الاثنين يبقى أصبحت فيه بتساوي أربعة وتسعة من عشرة على تلاتة دي هدا بتطلع بالمتر ممكن أقربها يبقى هنا واضح فيها واحد على أربعة فيها الواحد التسعة عشر على التلاتة. فيها الستة بتلاتة بتمنتاشر. وهنا ايه التمنتاشر وبعد كده ايه عشر على التلاتة. ايه يعني واحد متر. يبقى جبت المسافة اللي بياخدها ايه? حتى يسكن اللي هو عندي. يبقى نقرأ الحتة دي تاني ونشوف مسألة تانية. هو عندي طلب مني ايه? وقطع الخيط بعد اثنين ثانية من بداية اوجد المسافة التي اقتحها الجسم على المستوى من لحظة قطع الخيط حتى يسكن. واضح اللي جبنا المسافة اللي هي عندي بالطريقة اللي هي حلناها دلوقتي. نشوف سؤال تاني ونشوف نحلو ازاي. اذا كان المستوى املس وقف واحد بيساوي واحد سوك لكيلو جرام وكتلة الجسم الموضوع على المستوى اثنين كيلو جرام فان مقدار العجلة بيساوي. نشوف المسألة دي مرسومة وحنحلها ازاي. نرسمها تاني. مسألة اهي? المستوى بين ميل عفق بزاوية قياسها ستين. فيه جسم محطوط على المستوى. طبعا وزنه بيقصر رأسين الاسفل. وهنا فيه رد فعل. وبعدين هنا فيه قوة. بتميل على الافقي. بتلاتين. هنا فيه قاف. وده خط اكبر ميل. وهنا فيه رد الفعل اللي هو عني. نشوف المسألة بتقول ايه? ازا كان المستوى املس وقاف بتسوي واحد سوك لكيلو كيلو جرام. المستوى املس. خلاص يبقى مفيش احتكاب. وكتلة الجسم الموضوع على المستوى اتنين كيلو جرام. يبقى هنا قاف واحد سوك لكيلو جرام. قاف دي واحد سوك لكيلو جرام. وكتلة الجسم اتنين كيلو جرام. اتنين هنا فيه تسعة وتمانية من عشرة جتا تلاتين. بحللها هنا هتقبى هنا. لان طبعا الزاوية دي بتسوي دي كلها بالتناظر. دي ستين تابد دي ستين. ادي تلاتين يبقى اللي فوق تلاتين. هحلل كده برضو هتقبى هنا واحد. هنا طبعا ايه? حللتها القوة بتاعتي دي هنا. الزاوية دي تلاتين. وبرضو هنا هتقبى هنا دي تلاتين يبقى هنا اللي هي واحد. في تسعة وتمانية من عشرة في جتا تلاتين. هنا الوزن اتنين دال جا ستين. وفي اتجاه عمودي اتنين دال جا ستين. انا مش عايز العمودي انا عايز ايه البعد ده. عايز هنا ادرس بقى ايه? عايزين نجيب العجلة. طب هنا الجسم بيقول لي ايه? اذا كان الجسم المساوي كده وكتلت كده. الموضوع المساوي فان عجلة الحركة بتسوي ايه? عجلة الحركة طبعا انا القوة مقدارها واحد. والوزن مقداره كام? مقدار الوزن عندي اللي هو اتنين جا ستين. نشوف مين الاكبر. اتنين جا ستين اللي هو عندي اتنين في جزر تلاتة على اتنين. طيب هنا واحد في جزر تلاتة على اتنين. دي جزر تلاتة على اتنين. وده اتنين في جزر تلاتة على اتنين. يبوضح الجسم هتتحرك كده. في الحركة كده. يبقى نعرف كده اتنين. ده الجا ستين. ناقص هنا تسعة وتمانية من عشرة جتة تلاتين. كل ده بيساوي كاف جيم اتنين في جيم. نمشي مع بعض. جا ستين بجزر تلاتة على اتنين تسعة وتمانية من عشرة هي. تسعة وتمانية من عشرة مشترك. اتنين جا ستين في جزر تلاتة على اتنين. ناقص جزر تلاتة على اتنين. لخط تسعة وتمانية من عشرة بتساوي اتنين جيم. نبص مع بعض. هنا اه ناخد جزر تلاتة على اتنين عمر مشترك برا. دي تسعة وتمانية من عشرة في جزر تلاتة على اتنين. وهنا اثنين نقص واحد بواحد بيسوي اثنين. انا عايز اجيب جيم. يبه هنا اذا بتساوي. هقسم على الاتنين يبه اتنين وخمسة واربعين مية جزر تلاتة متر عالثانية تربيع هل الإجابة دي موجودة ولا مش موجودة مديني أربع إجابات اتنين وخمسة واربعين مية جزر تلاتة أربع تسر وسبع من عشر جزر تلاتة أربع وتسع من عشر جزر تلاتة تسعة وتمانية وان عشر جزر تلاتة يبقى الإجابة بتاعتي هي ألف يبقى ألف هي الإجابة برضو أسود ألف بالألم الوصاص لكن في نقطة مهمة هقولها دلوقتي بضروري كنت أعرف الاتجاه العجلة فين فأنا عما جيت هنا بصيت أن مركبت الوزن الأسفل أكبر من القوة المركبت الوزن هتسحب القوة الأسفل فعشان كده أنا طبقت العلاقة دي مع إيه المسألة هنشوف نوعية تانية من المسائل بيقول لي هنا جسم كتلته 40 جرام موضوع على مستوى خشن يميل على الأفق بزاوية قياسها 30 ربط بقيت خفيف يمر على بكرة صغيرة ملساة عند قمة المستوى ويحمل في طرف الآخر جسم كتلته 110 120 جرام وإذا كان معامل احتكاك الحركة بين الجسم والمستوى واحد على جزر ثلاثة فأوجد عجلة الحركة والضغط على البكرة مقدرا بسوق بإيه كيلو جرام برضو هنا الجسم محطوط على مستوى خشن بيميل على الأفق بزاوية قياسها 30 بزاوية قياسها 30 وهذه الجسم محطوط على المستوى وزنه بيقصر رأسيا 40 طبعا هنا مركبة الوزن هتقبأ في الاتجاه ده 40 دال 40 دال جاء 30 يبقى الجسم كتلته 40 جرام موضوع على مستوى خشن يميل على الأفق بزاوية قياسها 30 وبطبقية قفيفة مرة على بكرة صغيرة ملساة عند قمة المستوى ويحمل 120 يبقى هنا في بكرة وهنا بيحمل جسم هنا الجسم ده كتلته 120 جرام الشدين دخلين على محور البقرة هدي فيه شد وهدي شد وهنا ده 120 خلاص يبقى الجسم من كتلته 40 موضوع على مستوى خشن يميل على الأفق بزاوية قياسها 30 وربطة قيد خفيفة يمر على بكرة صغيرة ملساة ويحمل طرف الآخر جسم 120 وإذا كان معامل احتكاك الحركي واحد على جزر ثلاثة ميم واحد على جزر ثلاثة ميم تسوي واحد على جزر ثلاثة نبص مع بعض مركبت الوزن هنا 40 في نص بعشرين دي 120 يبقى الحركة هتقبى كده ده الأكبر يبقى ده الأكبر وده هي بطالة كده وهنا الاحتكاك ضد اتجاه الحركة يبقى كده ميم ره طيب أنا قلت حلقت مركبت الوزن للمركبتين متعمدتين واحدة كده وهنا التانية 40 دال جتا 30 40 دال جتا 30 نمشي مع بعض ده اللي نازل يبقى محصلة القوة 120 دال 120 دال نقشين بتساوي 120 جي وده المعادلة رقم واحد هنزلس الحركة هنا طب ره بتساوي ايه مستر ره بتساوي ره هي بتساوي 40 دال جتا 30 بجزر 3 على اثنين الحركة شين ناقص ميم اللي هي واحد على جزر 3 في ره 40 هنا دال في جزر 3 على اثنين ناقص مركبة الوزن 40 دال جا 30 بنص كل دول بيسوي كام 40 جي هنجمع يبقى دي راحة مع دي جي معادلة 22 120 دال واحد يقول لي خد دال مشترك ناقص دال مشترك اللي هي 9 طبعا هنا بالجرام خلي بالك الكتلة بالجرام يبقى 980 دال 980 هتبقى 120 جزر 3 مع جزر 3 2 مع ال40 20 يبقى ناقص 20 أنا خدت الدال خلاط كمان ناقص 20 كل ده بيسوي بجمع 120 و40 160 في جيد 20 و20 40 40 من يبقى هنا 80 يبقى 980 في 80 بتساوي 160 جين عال 80 فيها الواحدة عال 80 فيها الاتنين يبقى جين بتساوي 490 سنتيمتر على الثانية التربية نكمل ونشوف هو الاين واذا كان معامل احتكاك للحركة بين الجسم المستوى واحد على جهاز رتالها فوجد عجلة الحركة والضغط على البكرة مقدرا بسوق للكيلو جرام عايزين نجيب الضغط على البكرة نبص مع بعض اعوض في نمرة واحد اسهل واحد واحد كانت بتقول ان 120 دال نقص شين بتساوي 120 جين يعني يعني اودي الشين في الطرف التاني بشين بتساوي 120 اهي خدتها مشترك دال نقص جين يبشين بتساوي 120 دال اللي هي 980 جين جبتها بكام بربعمية وتسعين يبقى نقص ربعمية وتسعين يبقى الشد بيساوي 120 خدنا ربعمية وتسعين هنا بربعمية وتسعين على 980 يبدي معدي فيها الاتنين اصبحت دي بتساوي 60 سوكل كرام لكن هو عايز تضغط على محور البكرة الضغط هنا بجيب محصلة قوتين متساويتين الضغط الاسفل وهنا المحصلة الاعلى طب يبقى الضغط بيساوي ايه يبقى ضغط هنا بتساوي اتنين شين جتا يه على اتنين اتنين شين جتا ايه الزاوية دي 30 تبقى دي 60 يبقى هنا واضح انها اتنين شين وانا جبت شين ب60 في جتا 60 على اتنين اللي هي جتا 30 يبقى الضغط ضغط محور البكرة اللي هو ايه طلب ويقبى طلب في المسألة دي عجلة الحركة طلعتناها 490 الضغط على محور البكرة طلعت بسوك الكيلوغرام اللي هي 60 جز 3 نشوف مسألة تانية وفكرة جديدة ونشوف هنحلها ازاي المسألة بتقولي هنا تحرك جسيم في خط المستقيم بسرعة 2 متر على السن من نقطة ثابتة على خط المستقيم بحيث جيم بتسوي هه أسسين اوجد عن تربيع بدلال مسألة مهمة وممكن تكون مسألة المتعام الجسم بتحرك في خط المستقيم بسرعة 2 متر على السن وعندي جيم بتسوي هه أسسين جيم بتسوي هه أسسين يبقى العجلة دلة في الإزاحة طيب ما دام العجلة دلة في الإزاحة يا مستر يبقى أعرف إن عين دة العين بتسوي جيم دال سين برافو ما دام العجلة دلة في الإزاحة يبقى بكتب العلاقة دي طيب هنا يتحرك جسم الخط المستقيم بسرعة 2 متر على سن من نقطة سابتة يعني نقطة الأصل مثلا 0 اوجد عين تربيع بدلين السين عايزين نجيب عين تربيع بدلين السين نخلي بالنا هنا التكامل يعني بدأ من هنا بسرعة 2 يبقى من 2 العين وهنا بدأ من 0 ل سين من نقطة سابتة نخلي بالنا بقى هكامل دي يبقى عين ده العين نص عين تربيع من 2 العين بيساوي تكامل هه قس سين بالنسبة لده السين مشتقط من 0 ل سين مشتقط هه قس سين به قس سين ومشتقط وتكامل هه سين به قس سين يبقى هعمل كده انها نص عين تربيع خلي بالك يبقى بجيب دلة العين نقص دلة الاتنين دلة العين بنص عين تربيع دلة الاتنين بكام اتنين تربيع باربع على اتنين بتديني اتنين بتساوي خلي بالك هه قس سين من صفر لسين كويس يبقى بجيت دلة السين نقص دلة الصفر يبقى هنا نص عين تربيع نقص اتنين بتساوي دلة السين به قس سين وهي قس صفر بواحد يبقى نقص واحد هولدي سالب اتنين في الطرف التاني بإشارة مجابة يبقى نص عين تربيع بتساوي هه قس سين زائد واحد سالب اتنين زائد واحد طب انا عايز عين تربيع يبقى اذا عين تربيع هضرب طرفي المعادلة في اتنين يبقى بتساوي اتنين هه قس سين زائد اتنين هو طلب عندما سين بتساوي اربعة هاخد الخطوة دي اكتب اني عين تربيع بتساوي 2 هه تساوي زائد اتنين اما سين بتساوي اربعة هو عندما عايز عين عندما سين باربعة عندما سين باربعة يبقى اذا عين تربية بتساوي اتنين في هي قصة 4 زائد 2 طيب هو عايز عين يبقى بجيب الجزر التربيع للطرفين يبقى عين بتسوي موجب او سالب الجزر التربيع اللي 2 في هي قصة 4 زائد 2 طيب سين عندما عين بعشرين هنحط عين بعشرين نرجع فوق ونكتب عشرين عشرين تربيع بربعمية بتسوي 2 في هي قصة 10 زائد 2 هو عايز مين سين هقسم طرفي المعادلة على 2 يبقى على 2 يبقى هنا 200 بتسوي هي قصة 10 زائد 1 هودي الواحد هناك بإشارة سالبة يبقى هي قصة 10 بتسوي 199 طيب انا عايز سين هجيب لغة رتم الطرفين يبقى لو هي قصة 10 بتسوي لو 199 طيب انا عايز كده هنا لو هي قصة 10 يبقى سين لو هي بتسوي لو 199 لو جبت هنا للأساس هي هجيب هنا للأساس هي يبقى إذا سين بتسوي لو 199 للأساس هي يبقى مسألة برضو شاملة مجموعة أفكار كتيرة نشوف سؤال تاني ونشوف هنحله ازاي يبقى نخلي بالنا في المسألة دي كان التكامل بتاع هي هي قصة 10 مهم وقلنا هنا نخلي بالنا في الفترة من سفر الهي لأن الناس بتيجي هنا ما تحط هي قصة 0 هي قصة 0 بواحد وليست بصفر نشوف السؤال التاني بيقول إيه طبعا السؤال الأولين سهل نشوف السؤال التاني بيقول لي إيه بيقول لي في الشكل المقابل المستوى أملس والبقرة ملساء وعند تحريك هذه المجموعة فإن عجلة المجموعة بتساوي خلي بالا كما نيجي نبص هنا المسألة أما نرسمها ونشوفها مع بعض تاني بشوف مين الكتلة اللي نزلوا من الكتلة اللي بتتحرم فعندي بكرة هنا وفيه جسم محدوط على المستوى كاف وفيه جسم ودلة كاف وزاوية من المستوى على الأفقي 30 يبقى هنا فيه كافة وهنا فيه كافة برضو المسائل السهلة دي بتيجي في الامتاحان خلي بالا لك دي كاف يبقى كاف دال لتحت وهنا فيه شدين دخنين على المحور البقرة وهنا فيه اللي هي كاف دال دي 30 يبقى كاف دال جى 30 كاف دال جى 30 كاف دال جى 30 يبقى دي بتساوي نص كاف دال من الأكبر كاف دال ولا كاف دال جى 30 يبقى كاف دل يكي أيضان فى الاتجاه و embarكยبته الفاوق محصلة القوى يبقى كاف دل ناقس شين بيساوي كافجينf بادراس هنا يبقى شين ناقس نص كافدال ناقس نص كافدال بيساوي كافجين�� Termin والذي عملي كاف جيل. هقسم طرفي المعادلة على كاف كاف مع كاف. يبقى جيل بتساوي نص دال. ونص على اثنين يبقى ربع دال. نشوف مع بعض. لكن هو هنا طلب ايه بص الارقام. كتب لي اربعة وعشرين ونص كذا كذا. طيب يبقى حط قيمة دال هنا بالمتر على الثانية تربيه. يبقى دال بتسعة وتمانية من عشرة. يبقى دي تسعة وتمانية من عشرة على اربعة. يبقى بوضح انها بتساوي اثنين وخمسة واربين من مية متر على الثانية تربيه. هل دي موجودة ولا مش موجودة. طبعا بص بقى هنا كتب لي ايه اربعة وعشرين ونص. ميتين خمسة واربين من الف. اثنين وخمسة واربين من مية. ميتين خمسة واربين. يعني واضح اي غلطة بتضيع فيها المسألة. يبقى بوضح الاجابة بتاعتي هي عمار عندي. طبعا مسألة برضو مهمة. ومسألة امتحان ممكن تلاقيها بكرة في الامتحان طبعا مدي من المسألة المهمة. نشوف حاجة تانية. هنا بيقولي في الشكل المقابل عندي هنا تلاتة كاف وتلاتة كاف كتلتان معلقتان في طرفي قيتيا مروا على بكرة صغيرة ملساء ومعلق باحدة الكتلتين كتلة اضافية كاف وتركت المجموعة للحركة من سكون فوجد سرعة المجموعة بعد اثنين سن. طيب هرسم المسألة وابدأ افكر فيها. مسألة هي قدامي. عندي بقرة وعندي هنا في كتل هنا وكتل هنا. هنا في كتلة تلاتة كاف. وهنا في كتلة تلاتة كاف وكاف. يعني هنا باستمرار الشدين بيدخلين على محور البكرة. دي الشد هنا داخل كده على فوق والشد التاني داخل على فوق. اهو. بص هنا دي تلاتة كاف. ودي كاف. ودي تلاتة كاف. يبقى اعرف محصلة القوة دول اربعة كاف. يبقى دول اكبر. اربعة كاف دال. ودي هتقبل تلاتة كاف دال. طبعا الحركة هتهم كده. يبقى دي هتنزل كده. ودي هتطلع كده. محصلة القوة المؤثر على الجسم. يبقى انا هاعتبر الشد ده كله شين. وده شين. يبقى محصلة القوة المؤثر على الجسم. يبقى اربعة كاف دال نقص شين بيسوي اربعة كاف دين. دي نمرة واحد. هنا هتقبل شين نقص تلاتة كاف دال بتسوي تلاتة كاف دين. ودي نمرة اتنين. تاني. انا خدت دول كلهم بدل ما جمع دي ودي اعتبرتهم كتلة واحدة. والشد بتاعهم واحد. وكتلتين دول اكبر من الكتلة دي. يبقى الحركة هتكون في اتجاه الكتلتين دول. يبقى اربعة كاف دال نقص شين بيسوي اربعة كاف جيم. التانية شين نقص تلاتة كاف دال بيسوي تلاتة كاف جيم. جمعت. دي مع دي. اربعة كاف دال نقص تلاتة كاف دال بتديني كاف ده. بتسوي السبعة كاف جيم. هاسم طرفي المعادلة على كاف. كاف. يباجين بتسوي سبع دال. هو طبعا ايه عايزها بالسنتيمتر? يباجين بتسوي تسعمية وتمانين على سبع. هتسوي مية واربعين سنتيمتر على الثانية التربية. طبعا مسألة برضو سهلة. ممكن بتيجي نفس المسألة بشكلها دي. نشوف السؤال التاني وهنشوف هنحله ازاي. السؤال التاني بيقولي في الشكل المقابل برضو فيه هنا تبكير شوية. في الشكل المقابل كتلتين اربعين وتلاتين جرام. واحدة كتلة اربعين واحدة تلاتين جرام. مربطان في نهايتين قط خفيف يمر على بقرة صغيرة ملساء. مسبتة عند قمة مستويين ام لسين. متقابلين مائلين على الافخ بزاوية قياسها تلاتين. حفظت في حالة اتزال. عندما كان الجسمين على قط افق واحد. الاثنين على قط افق واحد. وجزء القيط مشدود. مشدوديني. فاذا تركت المجموعة تتحرك من السكون. اوجد العجلة والمسافة الرأسية بين الجسمين بعد ثانية واحدة من بدء الحركة. ماشي. برضو هرسم المسألة وهشوف حالها ازاي. الاثنين طبعا موضوعين اهو. اه طبعا في واحد اربعين والتاني تلاتين. طبعا الاربعين اكتر من التلاتين يبقى الحركة في اتجاه الاربعين يبقى الاربعين. والتاني تلاتين. والختمة جدود بينهم على البكرة. في بكرة هنا. بس كده مسألتي مش محتاجة اكتر من ان انا هعمل خطواتي من تأسود. هنا طبعا الشدين داخلين على محور البكرة. ادي فيه شد. وادي شد تاني. ده اربعين يبقى هنا اربعين دال جا تلاتين. هنا ده تلاتين يبقى تلاتين دال جا تلاتين. خلاص. بادرس الحركة يبقى واضح دي اكبر من دي يبقى الحركة تقبى كده يبقى ماشي كده وده هتطلع لفوق. نشوف مع بعض بقى ايه محصلة القوة. هنا هادرس محصلة القوة. اربعين دال جا تلاتين ناقش الشين بتساوي اربعين جين. دي المعنى رقم واحد. هنا على المستوى الشين ناقش تلاتين دال جا تلاتين بتساوي تلاتين جين. ودي المعادلة رقم اتنين. هاتبع. اربعين دال ناقش تلاتين دال بعشرة دال. دال السبعين مع ربعمائة وتسعين فيها السبع. يبقى اذا جيم بتساوي سبعين سنتيمتر على الثانية تربية. نقرأ كده. عندما كان الجسمان على خط افق واحد وجزء انقيت مجدودين فانت تركت المجموعة تتحرك من سكون اوجد العجلة والمسافة الرأسية بين الجسمين بعد ثانية واحدة من بدء الحركة. بدءا من السكون يعني عند صفر بصفر. عند صفر بصفر وبعد ثانية واحدة من بدء الحركة يعني يعني عندي عند صفر. بتساوي صفر. وعندي جيم بتساوي سبعين سنتيمتر على الثانية تربية وعندي نون بتساوي واحد ثانية عايزة جيب المسافة الرأسية خلي بالك هنا عشان اجيب المسافة الرأسية اللي اتنين كانوا على خط واحدة بديه لو طلعت هنا فيه كده لو انا فرطت دي فيه بديه نص فيه خلاص ومن نفس الطريقة دي اللي هي دي هتنزل تقبة كده من هنا اهم كانوا على خط واحد فهتنزل المسافة دي اللي هي عندي فلو فرطت دي فيه تقبة ديه نص فيه لانها ايه الزاوية دي 30 دلال مقابل الزاوية دي 30 نص الوطن دي 30 لان زاوية الميل 30 نشوف بقى هنجيب المسافة ايه العلاقة اللي عندي انا عندي هنا البيانات اللي عندي عايز علاقة بين المسافة والزمن يبقى هستخدم القانون اللي هو بتاع القانون التاني في الحركة المنتظمة يبقى فيه بتساوي عن صفر نون زائد نص هنا جيم نون تربيع عن صفر بصفر يبقى فيه بتساوي نص جيم بكم بسبعين نون تربيع بواحد يبقى فيه هنا بتساوي 35 سنتيمتر خلي بالك انا قلت ده مشي فيه وده فيه لكن هنا المسافة الرأسية كام نص فيه ونص فيه يبقى المسافة الرأسية المسافة الرأسية هتساوي 35 سنتيمتر يبقى هنا لانها نص نص الخمسة وثلاثين هنا ونص الخمسة وثلاثين هنا مجمحهم مع بعض بتديني المسافة 35 ودي مسألة برضو مهمة بالنسبة نشوف مع بعض حاجة تانية كده نشوف مسألة ايه بيقولي هنا جسم كتلته 3 كيلو جرام موضوع عند أسفل نقطة من مستوى ماء الأملس طوله 210 وارتفاعه 140 يبقى هنا اهو ادي ده طوله 210 وارتفاعه 140 خلي بالك ايه بقى استفيد من حتة دي ايه اجيب لها اللي هو جاسيتا جاسيتا دي سيتا او ه جاه بتساوي 140 على 210 عال 70 فيها 2 عال 70 فيها 3 يبقى كل الهدف اجيب الزاوية لي فالجسم الكتلته 3 جرام موضوع عند أسفل نقطة من مستوى أملس كده يبقى واضح ان في جسم هنا كتلته 3 كيلو جرام محضوط هنا تحت وماشي كده اهو وبعدين في بكرة هنا وبعدين هنا ايه واتصل هذا الجسم الجسم اخر كتلته 4 جلو جرام بواسطة قيد خفيف طوله 210 منطبق على خطة اكبر من المستوى وتدل الجسم عند حفة المستوى العليا وبدأت المجموعة هنا الجسم ده كتلته 4 كيلو جرام اللي فوق ده 4 كيلو جرام عند القيط فوقه اربعة ده انا بس تمرار بقول فيه شدين دخنينا على محور البكرة ودي فيه شد هنا على خطة اكبر من المستوى وتدل الجسم عند حفة المستوى العليا وبدأت المجموعة حركتها من سكون حتى وصلت الكتلة الكبرى الى الارض واستقرر يبقى هنا بدأت من السكون نبدأ ندرس الحركة عشان نجيب العجلة اربعة دال ناقص شين بتساوي اربعة جيم ودي المعادلة رقم واحد كده هنا فيه مركبة الوزن اللي هي كاف دال جاء هنا بقول ان شين ناقص تلاتة دال جاه بتساوي تلاتة جيم ودي المعادلة رقم 2 لسه اتنين أنا هعوض عن جاه اللي كاتبها قدام اتنين على تلاتة يبقى شين ناقص 3 دال في 2 على 3 بتساوي 3 جيم ودي المعادلة رقم 2 3 مع 3 هجمع المعادلة الأولى والتانية 4 دال ناقص 2 دال ب2 دال بتساوي 7 جيم طيب يبقى إذا جيم بتساوي 70 دال دال بكام بتسعمية وتمانين لإنه بتكلم بالجرام السبع مع التسعمية وتمانين فيها المية واربعين مية واربعين في اتنين باتمتين وتمانين سمت متر على الثانية تربية جبت العجلة هنا وتدل الجسم عند حفة المستوى العليا بدأت المجموعة حركتها من سكون حتى وصلت الكتلة الكبرى إلى الأرض واستقرت اوجد المسافة التي تحرك الكتلة الصغرى على المستوى قبل أن تقف بفرض أن حركتها لن تتغير بتصدم الكتلة الكبرى على الأرض دلوقتي هنا عايزين نجيب المسافة التي تحرك الكتلة الصغرى دلوقتي هنا دي وصلت للأرض هنا وضح نتيجة للحركة دي اكتسبت سرعة إيه البيانات اللي عندي؟ عندي بدأت من السكون عند سفر بسفر وعندي جيم بتساوي ميتين وتمانين سمت متر على الثانية تربية وعندي فيه بمية واربعين فيه بمية واربعين أنا دلوقتي إيه اللي بيحصل؟ عايزة جيب السرعة اللي اكتسبتها طب فيه قانون بيجمع من دول آه أنا عندي عند تربية بتساوي عند سفر تربية زائد اتنين جيم فيه طب نبدأ مع بعض عين سفر بسفر خلاص يابع عين تربية بتساوي اتنين خلي بالك هو المسألة بتحلي نفسها اتنين جيم بمتين وتمانين وفيه بكام بمية واربعين عشان أجيب الجزر التربية ما دي متين وتمانين في متين وتمانين يبقى أصبحت عين بتساوي ميتين وتمانين سنتيمتر على الثاني هذه السرعة تعتبر سرعة ابتدائية للجسم الموجود على المستوى المائل طب الجسم الموجود على المستوى المائل هنا معادلة حركته بيتحرك بسرعة اهو معادلته هيه هكتبها تاني قدامي اللي هي الشين ناقص تلاتة دل جاهه قلنا باتنين على تلاتة فيه اتنين على تلاتة بتساوي كاف تلاتة جيل خلي بالك لغيت الشد دا ما وصل الجسم اللي هنا دا للأرض خلاص كده يقبى خلاص الشد هنا لقيتها يقبى ايه مالوش تأثير على الجسم يقبى هلغي القيت هنا مالغي شين بغير جيم بقت جيم شرط اصبحت دي مع دي كده يقبى واضح انها ناقص تلتين دل يقبى هنا واضح انها ناقص التلاتة مع التلاتة ناقص اتنين دل بتساوي تلاتة جيم يبقى جيم بتساوي سالب تلتين في تسعة وتمانية من عشر او تسعمائة خليها بقى تسعمائة وتمانين او خليها متر عالسانية تربيع مش مشكلة يبقى دي جيم نبدأ بقى نشوف ايه يقول لي ايه اوجد المسافة التي تتحركها الكترة الصغرى على المستوى قبل ان تأجه بفرض ان حركتها لن تتأثر بتصادم ايه القتلة بالارض هنا اه دلوقتي انا عندي السرعة ميتين وتمانين سنتيمتر على الثانية وعندي العجلة وهتسكن عايز المسافة يبقى واضح ان عندي عين تربيع بتساوي عين سفر تربيع زائد اتنين جيم فيه اقول لك هنا عايز اوجد المسافة اوجد المسافة التي تتحرك خلي بالك انا كنت كاتب دي لسه بالمتر على الثانية احاولها لسنتيمتر ايه بها ضرب هنا دي هقول انها بتساوي سالب اثنين على تلاتة في تسعمية وتمانين بسنتيمتر على الثانية تربيع نبدأ مع بعض هتسكن يبقى عين تربيع بصفر بتساوي عين سفر بكام 280 في 280 280 في 280 بزاهد الجيم بالسالب يبقى هنا هتقبى ناقص اثنين في اثنين على تلاتة في تسعمية وتمانين في فيه سالب تلتين في تسعمية وتمانين سالب تلتين في تسعمية وتمانين الاثنين وغياطى الاثنين. هادي دول في الطرف الثاني. واحد يقول لي طب من بسط الاولى مصر على المية والربعين فيها الاثنين mia واربعين. وسط testified الاربعين. هوادي دو في الطرف الثاني. موجود تولت ؟ هتروح هناك باغشرة مجابة يبقى تل فيه هتساوي اربعين طب انا عايز اجيب فيه هضرب طرفي المعادلة في اتنين يبقى فيه بتساوي مية وعشرين سنتيمتر يبقى الجسم المحطوط على المستوى ده اما وتصل دي لسطح الارض خلاص مية واربعين هدي هتحرك ماشي يبقى كده انا جبت المسافة بتاعتي اللي هي مية وعشرين هتحرك على المستوى الوفقي المائل مية وعشرين اعزائي الطلبة طبعا بقدر الامكان غطينا كل الافكار الممكنة في ورقة الامتحان وربنا وفاقك جميعا وإلى لقاء في حلاقات اخرى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته